أدان وزير الخارجية بدر عبد العاطي وناظرته الإندونسية ريتنو مارسودي الممارسات الإسرائيلية والانتهاكات الحالية في قطاع غزة والضفة الغربية وكذلك الأعمال الاستفزازية المتمثلة في انتهاك المقدسات الدينية التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي وآخرها الإعلان عن النية في بناء معبد يهودي في الحرم الشريف وتفق الوزيران خلال اتصال هاتفي بينهما على أهمية التنسيق في إطار أعمال اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية استمرار نشاطها واستمرار العمل لوقف إطلاق النار بصورة عاجلة ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني